طيب انت كمدير لما بيجي لك سيفي بتبص على ايه علشان تقول مثلا اه انا ممكن افكر ان انا عين هذا الشخص غششنا شوية اه ده سؤال حال طيب اولا بيهمني ان يبقى السيفي واضح وسهل ما تعبش وانا بقراه لان ده معناه ان الشخص عمتا منظم وعرف يعني يعرض نفسه بطريقة منظمة فعشان كده بنصح الناس ما تروحش لسيفيهات طويلة قوي لان محدش بيبص على السيفيهات الطويلة يبقى الكلام اللي فيه واضح ببص اذا كان الشخص شايف نفسه ازاي فهل حاطت مثلا حاجة هو شايف ان هو انجزها وازاي هو كتبها فدايما الناس تكتب في السيفيهات الحاجات اللي هم انجزوها اللي بنسميها يعني اتشيفمنس او ريزولتس ايه النتائج اللي انت سعيد بيها وبتفرق قوي النتائج دي لو مثلا انا بعين مدير فبشوف اذا كان كتب اي حاجة عن ان هو عمل فريق او عمل تيم هل هو مركز مع الحتة دي لان دوره الاساسي مش بس ان هو يحقق ارقام او يحقق مبيعات فخلينا مختصرين خلينا واضحين على قد ما نقدر ونركز على النتائج يعني الناس دايما في السيفيه بيحاولوا ان هم يكتبوا صفحات وصفحات عشان يحس ان هو عمل حاجات كتير وكده انت دلوقتي بتقول خلينا مختصرين جدا اوكي يعني لو حد خريج جديد مش مفروض ان يكون السيفيه بتاعه اكبر من صفحة لو حد عنده من 05 سنين من وجهة نظري صفحتين بالكتير بالكتير يعني ده اقصى حاجة اوكي طب بالنسبة اللغات طبعا ممكن باكتب بقى حاجات زي اللغات اللي انا اعرفها زي المهارات بتاعتي باسم لا انا مش عايز اعرفهم ما هيكتبوا ايه انا عايزك تغششني انا دلوقتي لو بقدم على شغلانة جديدة اكتب فيها ايه اللي ممكن يشد انتباه المدير ده علشان يقول والله سيفي ده كويس اوكي طيب هو لو خريج جديد فهو حيركز على شوية حاجات مختلفة بمعنى ايه ان هو هيكلم شوية عن المهارات اللي هو عنده سواء حاجة اكتسبها مثلا من تدريب لو اتضرب في شركات لازم يكتب الكلام ده لان خبرة عملية مهمة لو انا استخرج جديد فانا عملت ايه في فترة الجامعة لو انا مثلا عملت مشروع مثلا خيري او عملت ايه فولنتيرين كنت بجمع فلوس بعمل ايه نشاط اكتبه لو عندي نشاط رياضي او تفوق رياضي اكتبه الحاجات دي مهمة لان انا خارج جديد فديه انجازاتي اللي انا عملتها وديه حاجات بتأثر في شخصيتي والناس ببص عليها انا شخصيا ببص عليها فده بالنسبة للخارجين الجدد بالنسبة للغات يعني بتاعت مهراب برضو لغات اكيد الناس اللي عندها خبرات فطبعا لازم تكتب الشركات اللي هي اشتغلت فيها وايه الانجازات الرئيسية اللي هي عملتها فيها بجانب الحاجات الاساسية بس مثلا لو انا عندي خمس سنين خبرة مش مقولي مثلا حكتب انا بعرف تعم مع الكمبيوتر لان انا بقفش تعم مع الكمبيوتر وبقدم مثلا لشغران زي دي وملكتب اعمل ايه لخمس سنين اللي فاتوا ففيه حاجات بديها مش محتاجة تكتب لانا مصري مش محتاجة اكتب انا بتكلم عربي لان انا اكيد بتكلم عربي بالزاق انا عايزة اقولك ان انا اول سيفي عملته في حياتي انا فاكرة ان انا كتبت رياضة اللي بلعبها من كتر ما هو كان فاضي ومش عارف ايه ساكتب ايه لانه كنت لسه متخرجة وناس كتير عايزة اقولك قالويني والله لا دي حاجة كويسة لانها ساعدتني بعد كده صح ما في الماء لان الرياضة بتعمل شخصية فنوعية الرياضة هتوضح لي ايه الحاجات اللي ممكن تكون مميزات في حضرتك وبالتالي بقى عارف ايه لانا ممكن يعني الشخص اللي قدامي عامل ازاي